السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي عودة أقرأ مع أم فدواء فيديو جديد اليوم إن شاء الله سنرى الماكارون أغاطاب اللي كيصدقو وخاتكو لي معمارك ما صوبتي الماكارون سيصدقو لك والهدف من هذا الفيديو ماشي نوريكم كيف اشتخدموا الماكارون كل شي تبارك الله 2020 كل شي المتتبئات كي عشبوا يصوبوا الماكارون بما واحدة ولا ججولة ثلاثة ماشي كل شي كيما كتشوفوا معي البنات هنا أنا ما خديتش لابودغ داماند وصدعت راسي خديت دي زامانده في ليه البنات وطحنتهم وعد ميكسيتهم لأن هذا الغوصيت هذي غن نوريكم لمن وشكون بغاة هذا الغوصيت واحدة اللبنية كتتوحم كما كتشوفوا لبنات غنشوفوا الغوصيت اليوم هي الوفوغاش والطريقة باش غنصوبوا هذك الشكلة اللي في ديك النويشة هكدك كي skeletons يمأن وصعدوا إن 내 ذات الغوصيت في ناصски كانت كم يعملك كما كيتشوفو عندي لدي مية ومية وعشرين قرام مية ومية وعشرين قرام كل من بودرة اللوز سكر غراسي كل نوع جيد السكر ساني ده ابيض البيض عندي تسعين قرام وملوين احمر لي بغد دير طريقة الملحة الحارش سافي البنات خديت لزامه اندئفيل دياولي دياولي طحنتهم هم اللولين وعد طحنتهم مع السكر غراسي اللي بغايت البنات تميكسيهم كتر وجو اكتر حلاوة اكتر وجو ملسين تعود تسخن اللوز الافيلي مبعد ما طحنته وتسخنه شوي فرانه عاد طحنيه مع السكر غلاسي باش ما يطلق لكش الزيت سافي البنات اول حاجة كنقوم بها وهي ان يعني كناخد البنات بعد ما ميكسيت بودرة اللوز ومع السكر غلاسي غربلتهم في غرب العرقي ووق اول حاجة كنسبق البنات وهي ابيض البيض كنخلي حتى كيطلع مزيان عاد كن نرمي فيها هذه الساندة او القياس 125 جرام دي الساندة اللي عندي كيف ما قلتلكم الهدف ماشي ان انا نوريكم لكو كل شي كيعرف يخدم لي ماكارو كيف ما كتشوفو حتى كطلعت لي للموغانج البنات حتى اللي عندها اشكال او اللي عندها مشكل في اسميته في الموغانج كيف ملوغانج البنات حتى كنطلع ابيض البيضاء كنزيد عليه الكمية اللي عندنا السكر كنكمل بهذا الكيفية البنات اللي بغا تزيد قريصة الملحات زيدها فضل فضل لحظات انا كنزيد الملوين احمر غي ما تديروش لجل لجل ما كيجيش في الماكارون ديرو الملوين هكدا احمر بودرة موجود ومتوفر و بعدو من الليبوسولوب لانه مشي بحل البودرة العادية الليبوسولوب اللي هو اللي كنختموه في الشوكولة ملوين غي ديال الماكارون عادي كنبزرت الالوان صافي البنات هنا للموغانج ديالي بوقفتها دارت ليالو باكدوازوب هنا بنزيد في الخالط ديال بودرة اللوز اللي طحنت مع السكر غلاسي واعيد واكرر اللي بغا تزيد ملسين اكتر تصخن هديك البودرة اللوز في الفران شوية حتى تنشوف وعد طحنها مع السكر غلاسي مش كتضمني انا انا يجيك الطحني وميطلق لكش الزيت او تكللك ذاك اللوز في الماكينة سافي كن نرميو اللوز على ثلاث دفعات او جو دفعات سافي هنا كنقام ديرو البنات في الماكاروناج واحد اللقطة ديال الماكاروناج اللي نزيد في المعلقة ما تقطع البوغطابل كنجاتني مكالمة ونسيت انني مادرت شلو مودافيو ما علينا هدا والو ماكاروناج البنات كنضربوه من الجناب كنهزو الجناب ونديروه ونحطوه من الوسط كنهزو الجناب حلد او الماكاروناج البنات حتى كنهزو المعلقة وكنهزو المعلقة وكنهزو المعلقة البنات وكتبقتها بطلية خيط واحد ما كتقطعش وف نفس الوقت ما تبقشت ماكاروناج وحتى كتكتجرروا الاماس ديال الماكارون سافي بنات كنناخد تابي خاص بلاي ماكارون ولا تديرو دوائر واحد ديسارك المدورين وترسموهم فوق بابي كويسون باستيلو باش يجيوكم قادلين هنا على التابي خاص بلاي ماكارون في جوج ديال الدوائر كنحاولو نديرو 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 اللي ماكارون بوشيوهم في الدائرة الوسطانية باش مالي كنضربو اللاطا كينزلو لنا كيمشيو لنا حتى الثانية سافي هنا كنضمنو على انو كيجيو نقياس واحد وتقادة واحدة وعيدوا وكرير كتبقوت ماكاروني وحتى مني كتززون مع القاة كتبط لكم خيط واحد ولكن تقيقلا شوية متكون شجارية لبنات باش ميديعوش لكم فلاط استسمح اللقطة مرتيت لهاش لبل ولكني يعني الاغلبية تبرك الله المتتبع المغربي كلهم كيعرفوا يصوبوا اللي ماكارون ماكاروني من Beach كما نعرفوا بتكونânها القاسم خلوين باستوى المصنع شوكولاني ومع جدد شوكولان 되고 من النيس ماكاروني hardest مية immediتوني الكبار على تحت بسببنا كي يأتي قابط هذا الماكارون كنت أخذتهم عندي واحد المتتبعة لم أكن متتبعة قبل القناة كنت أخذتهم عندي في واحد البيو فيدنسان صد بنتها ودابة حاملة ودويت مع ماما كنت أصول فيها وقالت لك تشاهد الماكارون اللي كنت أخذتهم من عند خالتي أم في دور وعطيتهم لها كهدية كي لا تحكموا بش في جنيباتها في البنات بهذا الشكل نحاول نبوشي ومن بعد البنات نبوشي مثالي نضرب اللاطع نضربها 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 مزيان كي يخرجون ندوك اللي بلداغ غدا ضروري ممكن تخرجنا الهاواء اللي فيهم لأننا نبوشي ولا ممكن نبوشيه وما نريد أن نصابهم صغيرين لأننا نأخذوا أي عين كميزان كراكيكة تبوشيهم وما صغيرين مع الممارسة اليوم غدا اليوم غدا أكيد ستعلمي تبوشيهم بلا ما تكون عندك هذه كتابية اللي فيها الموتيف ديالي مكارون بالطريقة البنات السمر أنا البنات ما كنا يعني للإفادة ما كنا كلها مكارون كيف ما بغوا يكونوا ما كنا كلهمش كي يشوني شوية حلوية سفي البنات هنا غادين غادين تبوطي أو نضربهم زيان البنات هتشوفوا معي في واحد هذا هو الساخ اللي قلت لكم اللي غدا تبوشيه غيل وسطاني والاخور من اللي كتضربوا كي يسيء كتكديع لهذا كنضربوا البنات بطريقة يعني كنضربوا ما تخافوش لانا لا اسميتوا لابا غا يدي المكارون واقفة ما غا ديشتاء وهنا البنات مني كان ضربوهم تي خرجونا شي فوقاعة كنا اخذوا كي يغضوهم كنحاولوا ذلك الفوقاعة نطردقوهم بعدك وعود كان عودو نضربو شوية وصافي وبتو تخليو مين شفو تخليو مين شفو تخليو مين شفو حد ربع ساعة ولن الساعة ما بقى اخليش خشيتهم البنات مباشرة حليت الفران سخنتهم من قبل على درجة حرارة مية وخمسين من اللي بغيتنا نخشيهم حليت الفرانة البنات وخرجت منو ديك الهاواء ونقصت رجعتهم الى مية وربعين انا ما غا ديش نقطع وغا تشوفو هذاك الخاتم اللي غا تكون لك الخاتم غا تعرف على انه كي نجحت الى غوصات وبعد طريقة تشوفو الخاتم كي تكون بوحده غا ديكتاز كيتاز 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 بالنسبة لدرجة ديال الحرارة درجة اول وقت البنات 10 دقائق 12 دقيقة على حسب كل وحده حسب فرن ديالها بالنسبة لي غا تقولي وش ممكن تخشيهم فرن الغاز البزفة البنات ستصيف طولية تطبيقات ديالهم اللي كنت حطيت في الول طيبوهم فرن ديال الغاز وزقون شحوا معهم ما نقول لكم شا البنات و بالنسبة لي كو لغمتهم لكم الاختيار أنا البنية كيف ما مسكينا تشاهدهم صوبتهم لها ممكن صوبهم صغيرين ممكن يعني وخا ما تحناهم شا البنات تحنا ما ما حمرتش أنا قاعد اللوزئي في لي وصوتهم هكذا يعني كتشوفهم جاو ليس و جاو كلهم ديال الخاتم و هدو قاعد اللي مادرت لهم شو قاعدوا السيخ كل جاو تسا قد وحدة يعني وحدة قد وحدة ما كينش شي كبير شي صغير مع الممارسة قد تعودي وكل شي صافي البنات هنا بعد ما طابوا لي للي مكاون ديال ولي ما غنحيدهم مباشرة غنخليهم يبردوا على قاطرهم ريتما نصوبوا ولا جولي ديال الفرنبواز ولا اي ديال الميختي ولا المونج ولا اي حاجة تشهيتوها ان شاء الله غتفوغي بيها بنفس الطريقة اللي غنصوب معكم انا بيها الفرنبواز هدو اللي الطوايوة الصغيرة وراء البنات المهم سيتون واحد واحد الوصفة اللي ناجحة اربع عالف في المئة البنات تبعي الطريقة اللي شرحت لك ان شاء الله وينشحو معك الماكارون كنشوفو الخويتم هدو زمان 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 بكي لما كانوش الماكارون ديال الخاتم هكذا سنقولو لا 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 مصنوا با دي ماكارون هدو البنات اخديت الفرنبواز وينشو غسلتو ها عبرت البواطا لقيت فيها 130 غرام خدوا بواطا كنتباع في السوق ديال كماند الخطارة كنديرها في كاسرون البنات وكنا اخد خمسين غرام ديال السكر مع واحد يمكن خمسة غرام ديال الاب بيكتين نتمنى ان ما نغلطش لانك ما تلقوا المقادير الصحيحة في صندوق الوصف كنخلطوا الاب بيكتين مع السكر وكنرميو هاي البنات بعد ما كنكونو غليت هاداك الفرنبواز ديالي وكنحرك حتى كتشوفوني سطوبت الكويسون صافيهنا وجدوه ومبعد كنغطيوهم في المالي مطير وكنخليهم على ما نصوهو لغاناج ديالنا ممكن ديرو المونغ ممكن ديرو يعني اي اي ميختي اي فاكي هاكت تحوليها هادلي كومبينيزون بدرتوهم شوية دا فيه الاسيديتة في شوية ديال كتعرفوا الاسيديتة ديال الفرنبواز مع الشوكولة نواغ اللي غنخدم بيه لغاناج مكي يجوش لي ماكارون والبنات حلوين بزاف جنو سيبوب خوفيسيونال البنات تانف في اسميته في الماكارون ما عمرني ما قريت لي ماكارون حانيا تعلمت من كتب بحالي بحال ك�و و لاعصة لبنات لي وعجبتني تعني انا كنصوبها ان شاء الله البنات غنشوفوا دي ماكارون باسميته بلامورانج ايتاليين인데 كان طيبوا فيها اسميته سكر كتكون عاملية و كتكون ديالها غزالة سوف البنات كيف يكتشوفوا معايا هناشاء الله هلانيا غادي نستوبي نحرك بالفرنبواز نحن بحث السكر و تضع الكمية الكمية التي تفضلت منذ الزرعة لا أريد أن نصفه لأنه يصفل القرمشة و تضع الكمية هنا الزرعة 88 القشدة و نضيفها تكون نسبة الكاكاو ديالو لبناء تربعة وخمسية في المئة ازتما يلقع عمرة صغيرة ديال لجولة ديال الفرمبوز ديجا فعلة باكتين غادي تايا فعلة باكتين غادي تضغيية غادي جميعي للاق عماج ديالي بغا نحتاشها لبناء هنا يا نشد نمونتي ولا شي حاجة غادي غادي نخلط شوكولة وغنزيد في الزبدة وغنطحن وغنحطو حدايا جانبا حتى كيبرد تماما ضغيية كيقبط وما كيجي سايح موالو وكيديجي لا تكستور ديالو لبنات معلقة كنشكر تعالق ديال لبنات كاملين لا في الانستايدرام ولا في الخاص ولا في في اليوتيوب كنشكركم اللبنات بزاف وكنشكر الناس اللي ينتخلطوا عندي جداد كنقول لكم مرحبا بكم في داركم التانية شكرا لكم بزاف والله هالبنات إن شاء الله في حلقات جاية غادي نبدا نكتب إن شاء الله غادي نبدا نكتب أو نسكريني لي كومنتر وغنبدا نجاو وندكور لأسماء للناس اللي كتبوا لي تعالق يعني صراحة كان حس بعد مرات بالبرد ومني كان قرادك التعاليق وكي يجي واحد ارتياح وكي تكون واحد طاقة إيجابية شكرا لكم اللبنات جزيلا وخنقول من هنا بتمين من الطنجة حتى اللي قوير من بعد اللبنات كنزيد 40 قرام ديال الزبتة فلا قناش ديالي من بعد ما كنخلط الشكلات دائما البنات خدوا لو بغيتوا تتمتعوا بحلوياتكم خدوا شوكولات نوع جيد مش هدي ما غا تاخدوا شوكولات نوع جيد مرة مرة الإنسان ياخد هذا هاد لقاناش البنات ماشي غير في الماكارون هاد لقاناش غا تجيكم في دي بيسكوي في دي قاتو بخيستيج دي بتي فوق لقاناش اللي كتجي قارطة واقفة ما كتحش مكشو ما كتفزقش البيسكوي خدوها كقاعدة تصوو بها دي بيسكوي ديالكم ودي فوقاش ديالكم باش اللي يخدم عندكم إنكم منضيعا وديرجاوي او درجاوي او درجاوي او درجاوي او درجاوي سافي البنات هنا غا دي نسدها بفيلم أليمونتا وغا نخلاري فوق البوتاجي لدخلتوا على التلاجة غا تقصح لكم بساف ديجا انا عندي الدار شوية باردة سافي البنات جميكس كيف مكتشوفو بلا جيراف باش تخرج لباش نخرج لبريانس ديال هند الزبدة كتعتك ديك لبريانس ديك الحروشي يكتبين لكم ديال دوكل هادا الحبيبات دي الفرامبوز كي اللي كي صفيهم أنا ما صفيت سافي غنخليهم بريح دايالبنات هنا حين دايجا عياء قم سفاويق صاحت كنا اخد بنات شوكولات نفس الشوكولات كنا ندوبتو في البنماري و كنبردو البنات نطوم بريح شوفو البنات و كنحطهم حدايا و غتشوفو مضغية غادي يبسوا اللي بغتت متاع بلي ماكارون تدير شوكولات نوع جيد للبنات و هنا كنزوق البنات بدي بونبون شوكولات عبشي عطني ديك المضغة ديك الكرانش في المضغة ديك القرمشة في المضغة و كان عندي تادي غن دو بغيزيل تاو مادرتهم اللي كي يكون شي واحد يعني ما عدت تشهاشي حاجة أو يعني كتحاول تخلي فيها مكونات اللي الناس كتبقى تدعي معك عليها و لا بغيتوا البنات هذيك الطريقة ديال البك ديال الشوكولات تاخدوا دي فيغين صغير ورين على قد الماكارون ديالكم و غتبدا و غي تغتصوا و تجبدوا تغتصوا و تغتصوا و تجبدوا ان شاء الله غتشوفوا لديمونستراتيو معايا تاخدوا دي فيغين يكونوا قدون قد الماكارون ديالكم انك تكون ماشي مجبارين تديرو هادلاكولو قدرت الفخون بواس داك شي بجدرت هادلوية مع الإضاءة كل ما مع الإضاءة يعني كلها عندي الإضاءة بيضة في الكوزينة يعني غتشوفوا لون آخر هنا مني كان بغيو داك لوبك كان غتصون هزو البنات و كان خليو داك لوبك هابط و كان حطوهم فوق دي فيغين ما يمكنش تشديهم بيدكو تسنو متين شفو حط حداك تلاع تار بعاد دي فيغين بحلاك دا و ما تعمريش الماكارون ديالك تل الجنب ديالو غير الوسط بشميل سقلك الشوكولات في الكاس وصافي بشتعرفي أن الشوكولات مطنبيري يالله حطيتهم تانقطة الشوكولات ما نزلت في الكاس لذلك هنا كنشوفوا أن الشوكولات إلي التنبيري يعني برج التوم زيان شوفوا البنات سبق لي وريتكم طريقة ديال التنبيري عش سعفي هنا البنات كويسات مقابلين معي لذلك هنا كنكملت كناخد كشوفوا لغانا شاني حتي تاري فوق البوتاجي وضغياء ما عندي الدار شوية باردة كناخدوا للجراف و كنطحنوا اللي ما بغادش تطحنوا للمشي موجبرة أنك يطحنيت بوشي هاكدك البنات خليط اللاجك يجي قابط و كيبال لكم هنا البنات مفتوح و وراء ماشي مفتوح ما حدك الدربة كيت تفتح كتخشيف البوش كيرجع اللون دياله الطبيعي صعب يكن مكسيوا بها الطريقة حتى كنكملوا إن شاء الله في حلقة مقبلة غادي نشوفوا بلا مورنغ إيطاليان غادي يكونوا إن شاء الله دي دي كولور باستيل كيفاش تخدموا اللي كولور و إن شاء الله غاللح على أنكم تشوفوا اللي فري ماكاروناش ديجا بارتاجيتها و عجبات الكتير 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 وبزاف الخاص عفاك حطي النغي فيش كي تصوي بها دا كل باك ديال الشوكولة و ارتقيت على لعني نقدم لكم لاغوسات ابنات أنا بحالي بحالكم لازلتو أتعلم و خال مسيرة ديالي طويلة لازلتو أكتشف ولا زلتو أتعلم بحالي بحالكم يعني تقدري تصوي بل حاجة مرة تجيك ما تستقلكش مرة تانية تعود تستقلك ولكن دائما مشي غن نصوي بل حاجة ما تستقلي صافي نحط السلاح لا هنقام ندير التحدي حتى نتعلم لطريقة ديال كيفاش ندير للغاناش تاعي أو الطريقة ديال الماكاروناش أو الطريقة كيفاش نصوي بل كولوغ ديالي الماكارون ديالي و هكذا صافي و الوسط غادي ندير ديك الفرنبواز اللي طيبت معاكم و ممكن البنات هالطريقة هادي تديرو جناب تديرو هما جولد فرنبواز والوسط يكون قاناش خلطوا اللي ما بغت الشوكولة او ما عنداش مع الشوكولة نواخ و اللي بغت تدير البنات الشوكولة اللي تدير الشوكولة اللي غاية تزيد في نسبة ديال الشوكولة بالنسبة الـ 88 قراب وصلي المائتين حيث تنسبة الكاكاو ديالو نقص على الشوكولة نواخ هادو كلي كغاندو بغيزي اللي كيبانو ليكم سبق لي ودرجتم معاكم في حلقات كتيره صافي البنات استمروا هكذا والبنية اللي غاية تاكلهم تنقول لها دعي معايا وبصحة والراحة تكن قولوا مطرح ما يسري يمري وقايلها مطرح ما يسري يمري طب البنات كنكملوا هكذا حتى كنكملوا ما كارون ديالي نضغطو البنات أنا غدا بغي حطيتهم من بعد غاية ضغطو هورت يعني تهليت فيها في الفوق عجلت خلاني وحاولت ما نديرش الصبع نرمال مو كنديرو ام بتيك خوف الكوك ديال هادا عاد كنديرو القاناش حاولت ما بغيتش ندير ذاك لو بتيك خوف نخلي غير هكذا بش يجيني يجي القاناش باين صافي كتشوفو ما كيطيح ما كيجلط لك ما في دك ما كيجلق موالو مني كتحطي في تلاجي كي تيك خفط راسو تيجي والبنات اللي ما كارون ما تناكلوهمش في نفس اليوم دائما القاعدة العامة اننا كنبيتهم ليلة كاملة في تلاجي عد كنا ناكلوهم وكنشوفو اللي بغينا اللي كنشوفو البنات هادو وكنديرو اليوم لابودودور الاغلبية يعني تيقولو انا البودودور يعني غير صالحة للأكل ولكن انا كيفما البنية بغيتهم صوبتهم لها اغلبية كيصوبهم في كيك دي زاين كتاكلو البودودور في الشوكولة دونك كنكملو هاد كيفية كتشوفو هادوك لابودودور كتخرج لك ديك النويش هاد الشكلات كتجيبينه اكتر هاد البودودور كينا فيها بزاف دلوينات كيه الغوز بارد كيه الغوز بارد كيه البيض كيه حاسين نقرية يعني كينا بزاف دلوين شوفو البناط شكيل دي لك هيجا حلو هادو فغل فرمبواز في الجناب و الوسط كنت كنت لغانا شو تخيلو معي امني غات المضغو كيفاش غتشيكم المضغع وتأكدوا على ان اللي ماكارون هادو البنات رماشي ماشي 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 حلوين بزافة البنات متيجي وش حلوين كنت من البنات على انها لستيوس اولا غانا جتكونوا استافدتوا منها وانتم تبارك الله كان عرفكم على حسب ما شفت كين بنات اللي بدعوا احسن ما بدعت انا بعد عود تبارك الله الشبابي و الشاب بدعوا حد درجة طب حد الوليد سيف طليت تطبيقه دياله وخد دام فحد الباتيسري وسبقارك الله وش حال دعيت معاه ما شاء الله را كيتبعوني وليدات وكيتبعوني البنيتات يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ودوك الدعوي ديال اللي كي تكليل ايو حدا صفتت لي دعيوات الخير في الواتصب كنقول لها بعد نورات والله اللي دي لاجل سيوا كنقرأ دعيوات وكندير الكيت وكنستحلب ديك الدعوان انتي كتدعواني كنقول لك امين ولكي بيميت الأختي شكرا لك جزيلا أخواتي كنتمنع لأنني كفيت ووفيت وشرحت لكم كيفاش تصوبوا هاد النويجا وكيفاش تصوبوا الوفواج ديالكم ديال الماكارون وممكن تصوبوا بلا مرانجي تاليان تصوبوا اللي كولوغ اللي عجبوكم صوبتم لكم بطريقتي المتواضعة كنتمنع لفيديو ديال اليوم لبنتنا الاستحسان ديالكم أخواتي دمتم في رعيتي الله وتسمنوا اللي فيديو اللي جهي ترجمة نانسي قنقر